جهود سعودية لإعادة تكييف اتفاق الرياض انطلقت الجهود السعودية الجديدة من أرضية الاحتراب الدائري في جنوب البلاد بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي الذين يحتفظان بعلاقات جيدة مع قائدة التحالف لم تكن المواجهات العسكرية الدائرة في أبيان كافية لتسويغ المبادر التي تتبلور حاليا بإشراف سعودي لذال جاءت الرياض لإثارة موضوع خفر السواحل على خلفية ما قيل أن المجلس الانتقالي يعطل مهمتها الرقابية في خليج عدن لم ينضي سوى وقت قصير حتى وجهت الدعوة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الموجود في أبوظبي عيدروس الزبيدي لزيارة الرياض خطوة دفعت بأحد مسؤولي الشرعية إلى الحديث عن ملحق جديد لاتفاق الرياض وعلى الرغم من أن تسريب كهذا تم نفيه من طرف الشرعية إلا أن تعليقات كبار المستشاري الرئيس تؤكد جديات المسعى السعودي المحتمل لإعادة تكييف اتفاق الرياض تأسيسا على الحرب التي يبدو أنها متكافئة في محافظة أبيان بعد أن وضع التحالف بين يدي المجلس الانتقالي وقواته ما يكفي من الأسلحة لمواجهة القوات الحكومية نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري أطلق واحدة من أهم التعليقات على الأنباء المتعلقة بالملحق الجديد لاتفاق الرياض وفرض رئيس للحكومة الجديدة المرتقبة داعيا الرئيس ونائبه للاستقالة في حال صحة أنباء كهذه رئيس الوزراء السابق وكبير مستشاري الرئيس الدكتور أحمد عبد بن دغر أكد في تغريدة له عدم الحاجة إلى اتفاق جديد لأن اتفاق الرياض بمصفوفته العسكرية والسياسية يكفي للخروج من دائرة العنف والصراع ولأن ما نحتاجه هو عقول جديدة تتخلى عن العنف سبيلا للسلطة وفقا للدكتور بن دغر الرئيس هادي وفي كلمة الله عشية ذكرى الثلاثين للعيد الوطني أكد من جهته أن اتفاق الرياض ما يزال حتى اللحظة خيارا متاحا وممكنا ومخرجا حقيقيا لهذه الأحداث داعيا الانتقار إلى الجنوح للحق والتنازل عن العناد والتراجع عن الإجراءات التي أعلنها والتوقف عن السطو على مؤسسات الدولة وانتهاك حقوق أبناء محافظة عدن ولحش والضالع كل ذلك يجري فيما تلتزم الحكومة السعودية الصمت مطلقة العنان لإعلامها لإضافة الكثير من الغبش على موقفها الحقيقي من الترتيبات الجديدة والخطيرة على مستقبل الدولة اليمنية